موسيقى مساء الخير في حكمة قديمة بتقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع وإن من أجمل نعم ربنا علينا إننا مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة تخيل كده لو عرفت مثلا عمرك فضله كم سنة أو كم يوم أو عرفت أي خبر وحش هيحصل لك أنت أو حد غالي عليك من غير ما يكون في إمكانك إن تتغير اللي هيحصل فكرة مرعبة صح بس للأسف حصلت فعلا مع حميدة بطل القصة حقيقة النهاردة اللي بعتت تحكي لنا عن حاجات بتشوفها وبعد كده بتحصل سواء بقى معاها أو مع أصحابها طب إيه اللي هي شفته وحصل فعلا ولا لأ وبتتصرف إزاي لو شفت حاجة وحشة هتحصل طب هل هي ممكن تمنعها ويا ترى الموضوع ده حصل معها إزاي تعالوا نسمع الحكاية من أولها ونشوف حميدة بعتنة تولينا إيه اسمي حميدة وعندي 25 سنة حكايتي بدأت من وانا صغير لما كانت بتحصل لي حاجة غريبة ما كنتش بفهمها كنت بشوف حاجات كتير من قبل ما تحصل زي ما تكون أحداث فيلم بتشتغل فجأة في دماغي ويبقى أنا الوحيدة اللي شايفاها وسمعاها وبعد فترة نفس اللي شفته بيتحقق بالملي على أرض الواقع في الأول كنت بغلط نفسي وبقولي ممكن بيتهيق لي أو إني كنت بأحلم والحلم تحقق ودي حاجة بتحصل مع كل الناس لحد ما بدأت أركز وتأكدت إن اللي بشوفه بيظهر قدامي وأنا صحية مش مجرد خيال أو حلم ده مستقبل بعرفه قبل باقي البشر من غير ما يكون لي اختيار باللي بشوفه سواء أحداث حلوة أو وحشة المهم إنها بتظهر فجأة قدامي وبعد كام يوم بتتحقق وكل الناس بترجع تشوف اللي ها شفته وسمعته قبل منهم أحداث يا سالي ساعات بتكون خاصة بتفاصيل حياتي أو خاصة بأهلي وساعات تانية بتكون خاصة بحد من صحابي ومعارفي مش كده وبس ده الموضوع كمان واصل معايا لدرجة إني ساعات بقى عارفة اللي قدامي هيقول لي إيه حتى لو أول مرة تعمل معايا وساعات تانية بتكون الأحداث اللي بشوفها بيني وبالنفسي شبه نشرة الأخبار بشوف قدامي عنايا أحداث كبيرة عن دول وشعوب بتمر بكارثة طبيعية مثلا أو حادثة كبيرة وبعد كام يوم فجأة وأنا بقرأ الأخبار أو بتفرج عن نشرة ألاقي اللي شفته قبل كده ظاهر على شاشة التلفزيون والعالم كله بيتكلم عنه على فكرة عايزة أقولك على حاجة يا حميدة في أخبار كتير أردتها إنه فعلا في ناس زيك كانت حالتهم شبه حالتك فما تتخضيش وبيشوفوا كمان تفاصيل هتحصل في المستقبل قبل ما تحصل في كتب ومواقع إلكترونية كتير كتبت عن قصص الناس دول وعمرت كمان معهم انتربيوز بس عمري ما كنت تخيل إن حد منهم هيبعت لنا هنا في قصة حقيقية بس يا ترى حكيتي بقى الموضوع ده لحد ولما حكيتي صدقوكي تعالوا نكامل أول مرة أحكي فيها للحوالي كنت وقتها فترة عدادي وحكيت لصحابي ساعتها وإحنا ماشيين في طريق أول مرة بنمشي إني شفت الطريق ده قبل كده وقلت لهم حتى بالأمارة قدام شوية هنلاقي محل اسمه كز وبيبيع كز وبدأ توصف لهم اللي شفته بكل دقة ومجرد ما شافوا الحاجات اللي أنا وصفتها وحكيت عنها ما صدقونيش قالوا أنت بتتحكي علينا تلاقيكي بس مشتي من هنا قبل كده ده غير إن في حاجات وحشة كنت بشوفها ما كنتش بقدر أحكيها عشان ما خوفش صحابي أو أزعلهم على اللي هيحصل لهم هما أو أهليهم وكنت بقول خليهم يتفجوا أحسن لإني مش هقدر أحكي لهم أي حاجة زي دي مع الوقت بدأت أبعد عن كل صحابي واخترت إني أبقى لوحدي عشان ما شوفش حاجة تخص حد أو أزعل على اللي هيحصله واضطر أقوله كنت عارف إن هيحصل لك كل ده بس مرضيتش أقولك عشان ما خوفكش ده غير بقى إني كنت بخاف أتعلق بحد وأعرف حاجة تخصه وتوجي عليه حتى صحابي لحظوا ده علي لما وصلت لسنوي وخليت دروسي في أماكن بعيدة معرفهاش عشان ما حدش يقولي تلاقي مشيتي من هنا قبل كده بس برضو كنت أول ما بوصل على نصية شارع غريب كنت بعرف أدق التفاصيل اللي في الشارع مرة كنت دخلة على شارع كان فيه قدامي شوية بنات قلت لهم مدوا شوية فيه خناها تحصل دلوقتي لازم نسبق قبل ما تحصل وإحنا ماشيين وفعلا بعد ما مشينا حصلت وفضلت فترة طويلة على كده يا سيلي والغريبة إن ماما كانت بتقولي دي نعمة يا حميد ما تحكيش لحد عليها عشان ربنا ما ياخدهاش منك بس الموضوع كان مرهق جدا بالنسبالي كان بيقلب معي بدوخة وصداعة وأنا شايفة كل حاجة بتتعاد قدامي لحد ما فكرت إن كلام ماما عن إني ما حكيش لحد بدل ما ربنا ياخد الحاجة دي مني وقلت خلاص افتكرت اللي قالته لو اللي بتقوله ماما ده أو كلام عن الموهبة هيخليها تضيع مني يبقى لازم أحكيها لحد ما تضيع وفضلت أحكي للناس كلها على اللي بيحصل معي لحد ما فعلا الموضوع اختفق وعدت أربع سنين بتوع الجمعة اتجوزت بعدها بس بعد جوازي الأمور راجعت تاني أسوأ من الأول ورغم إني مش من النوع اللي بيؤمن بالسحر والكلام ده بس اللي بيحصل معي من ساعة ما تجوزت محدش يصدقه يوم صباحياتي يا سيلي صحيت لقيت دودة تخينة وطويلة أرصاني ورغم إن جوزي موتها وقلت عادي لقيت بعدها بشوية نفس الدودة ماشي على التسريحة وفي حنكبوت على السرير وأنا وجوزي موتناهم بس بقيت بعدها بحلم بالمقابر وبقيت بس مع ستات بيتكلموا ويقولوا البعض هنعمل لها العمل إزاي بقيت أتخنق أنا وجوزي باستمرار وبنكسر في الشقة ولما نهدى ما بنبقاش فاكرين إحنا أتخنقنا لي أصلا طب أقولك على حاجة ممكن تستغربيها أكتر لما كنت بشغل الراديو على إزاعة القرآن الكريم كانت المحطة بتتغير اللي وحدها على إزاعة الأغاني وبتظهر حشرات غريبة بتنتشر في الشقة وأول ما شغل صورة البقرة تموت كلها كأني رشيت مبيت حشري فضل الوضع كده لحد ما رحت ولدت عند أهلي لما رجعت شقتي بعد أسبوع جيت أدخل التوالد لقيته مليان دود أسود رغم أن الشقة كانت متنظفة وريحتها جايبة لآخر الدوني المهم عدى يومين وأنا في شقتي لقيت واحدة بتهزيني بتصحيني من النوم وسمعت صوتها بس ما كنتش شايفاها كانت بتقول لي كانت بتقول لي يا سالي أنت كتير عليكي ابنك وجوزك واختفى الصوت ما حطتش الموضوع في دماغي بعدها بكم يوم جات نفس الست وصحيتني بنفس الطريقة وقالت لي أنا هأزيلك ابنك فضلت تقريبا شهر ما بنامش ولو عينها غفلت أصحى أتطمن على ابن وجوزي وأتأكد أنهما بيتنفسوا لحد ما تعبت سألت شيخ بيعالج بالقرآن ما بياخدش أي فلوس وقال لي معمولك عمل وعالجك بالقرآن بس العمل بيتجدد ولما سألته طب العمل معمول بإيه قال لي بمشاكل بينك وبنجوزك لحد ما تتطلق وبعدها ابنك يتعب وتسيب شاقتك وشاقتك تتسكن حاجات وحشة لحد ما ربنا أراد وسافرت أنا وجوزي لشغل في القاهرة وابن دلوقتي عنده ثلاث سنين بس ساعت بيجي لي حالة رعب على ابني مش عارفة إيه سببها يعني لو هركب مترو أنا وابني بحس إن مخي بيفصل بشوف حاجة وحشة حصلت لابني وهو في المترو زي إن المترو وقع أو قفل عليه مش المترو بس أي مواصلة حتى لو هنزل أجيب حاجة من على أول الشارع مخي ساعتها برضو بيصور لي إن ابني هيتخطف ولو سبته في البيت مع حد أحس إن هو هيقع من الشباك حتى لو متأكد إنهم قفلين الشباك كويس بقيت أخاف أنزل بابني وبقيت بخاف برضو أنزل من غيره بقيت تقريبا قفل علي أنا وابني وبيصعب علي جدا لأنه محبوس وبيكون عايز يخرج يتفسح زي باية الأطفال قولوا لي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة حميدة رسالة خوف تخلي الواحد يسرح ويفكر طيب لو هو عنده الموهبة دي أو الحاسة دي هيتصرف إزاي طب هنعتبرها نعمة زي ما أم حميدة قالت ولا هنعتبرها كارثة وابتلاء نادي ربانا إحنا نخلص منه طب هنحكي للناس اللي حوالينا على اللي شفناه هيقولوا علينا مجنين ها ولا هنسكت ونخبي عليهم بدل ما يقولوا مجنين أو يزعلوا أو يتصدموا طب يا طرى بقى حميدة فعلا بتشوف وبتسمع حاجات محدش غير بيشوفها ولا بيسمعها من قبل ما تحصل طب إيه حكاية الستر قتلها أنا هقزي ابنك طب لو إيه بتقولوا صحة وبتحكيين هنعمل إيه طب لو طلع مجرد بقى إيه تهيئات أو هلاوس إزاي طيب بتتحقق على أرض الواقع أسئلة كتير قوي طب إزاي شفت الشارع قبل ما حد يشوفه طب ما الدودة والعنكبوت هي وجوزها شفوهم وموتوهم طب ليه الست اللي جات كلمتها دي؟ هي ما شفتهاش طب في أمهات فعلا بيقولون الموضوع ده نعمة أو الناس بتقولون الموضوع ده نعمة طب ما إحنا في مننا ممكن يحلم أحلام ويشوفها في الواقع بس بيتعب عشان مش قادر يغير فيها حاجة طب فيه ناس هتقول علينا إن إحنا مجانين إن إحنا بنتكلم الكلام ده وناس تانية هتقولك ده مش حقيق هتصدقوا إن حتى هنا في البرنامج وإحنا بنتناقش فيه ناس مصدقة إنه فيه ناس كده ودي موهبة أو دي نعمة ربنا مدهالهم يحافظوا عليها منستني يا بتقولك يا عم ده جنان أو ممكن يكون مرض نفسي؟ وده اللي إحنا بنقشه هنا في قصة حقيق استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن المستقبل اللي ناس ممكن تشوفه قبل أي حد تاني وتعرف تفاصيل محدش غيرها بيشوفها ويعرفها زي حميدة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي تعودت من صغرها تشوف حاجات كتير من قبل ما تحصل أحداث ساعات بتكون خاصة بتفاصيل حياتها أو خاصة بأهلها وساعات تانية بتكون خاصة بحد من صحابها وساعات كمان بتكون الأحداث اللي بتشوفها حميدة بينها وبين نفسها بشبه نشرة الأخبار بتعدي قدامها بتشوف قدام عينها أحداث كبيرة قوي عن دول وشعوب لحد ما الموضوع تطور مع حميدة بعد الجواز لقيت واحدة بتهزها وتصحيها من النوم سمعت صوتها من غير ما تشوفها وهي بتقول لها أنت كتير عليكي ابنك وجوزك أنا هأزيلك ابنك هو من يومها وحميدة قفلة على نفسها هي وابنها بيصعب عليها جداً من إنه محبوس بس مش قادرة تعيش حياتها هي وهو بشكل طبيعي عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور نور أسامة استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك إزيك يا دكتور إيه اللي أخبارك أخبارك إيه؟ الحمد لله إيه رأيك في قصة حميدة الأول إحنا هنتخانق النهاردة أنا حاسر بس أقولي طيب أقولك مرحلتين كده في مرحلة إنه هو حاجة اسمعها الزعر الجليلي إنه إنت أوقات مثلا ممكن تفكري في حاجات كتير قوي في حاجة اسمعها محالة إنسري اللي هي ايه أعمق حاجة في النوم فتقومي حاجة فيه فرق بين الكوابيس والزهار الليلي فتقومي الزهار الليلي تتخالف عن اللي هي حقيقية ده في مرحلة النوم بتقومي تحسي ده ده موقف حصل في الحقيقة أوقات مش بتعرفي تفسري اللي هو كان حلم مش الكوابيس محالة بالتكلم عليها بقى فيه فرق بين الخوف والقلق الخوف انت خايفة من حاجة موجودة حقيقية أما القلق من خوف خيالي من حاجة ما نعرفهاش اللي هو بنسميها العالم الافتراضي أو الخوف الخيالي يعني أنا عايزه لك الحاجة قبل أن نبدأ قصة حميدة فيه ناس بالليل تتخيل أن مثلا ما ميتها توفت بابا توفى ويقعد عياطه دول إيه يعني يقعد يتخيل أسوأ سيناريو في الوجود في حياته ويعياط عليه ده طبيعي؟ لا فيه حاجة اسمها التأثير الوهم الإيجابي والتأثير الوهم السلبي اللي بيحددها طبيعة شخصيتك يعني التأثير الوهم خلينا نقول مثلا السلبي اللي القصة كانت مشهورة جدا اللي انت ممكن تقنعها عليك بحاجة وممكن تموت بيها يعني الرجل اللي كان بيه من جرد ومتكاتل ألبان فمصنع في ألمانيا لما مات جوه جوه التلاجة عشان الباب كان بايز واكتشف إنه كان يوم خميس يوم السبت لقوه ميت في التلاجة بس لي فيشها مكانش محطوطة نعم التكييف ما كان شغل أول تلاجة ما كان شغل إيه اللي حصل اللي حصل هو أقنع مخه فمخه بعت إشارات عصبية هو مات من البرد الطب الشراء قالك هو مات من البرد التأثير الوهم السلبي فأمريكا لما حد كان عنده لوكيميا الدكتور أقنعه ده اسمها التأثير الوهم الإيجابي إن ده دوة هيشفيه وخاف؟ ما خافش بس أعراض السلطان قلت بالنسبة 70% بعدها الأطباء قالوا إن أي مرض 70% عضوي 70% نفسي و30% عضوي إيه لو عتقنا نفسي بسيناريو كده بالليل حلو إنه أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا والله هايحصل؟ مش هيبص وارد يحصل ليه؟ هقولك ليه في حاجة اسمها على البطن بياخد حاجات اسمها أشخاص أشياء ميجة أنا بكرة خايف وأنا قاعد مع سالي أطلق بط فبياخد الستوديو مكان الكلام الأشخاص أنت فإحنا قاعدين مع بعض مخي بيساعدني إن هو ينفذ إن أنا فكرت فيه هو مش مخي ما يعرفش الفرق بين الخيال والواقع فهو كتر تفكيرنا عشان الناس ممكن تفكر التأثيرها من السلبي قالوا أنا محبوطة ليه عشان أنا مفكر كتير طب إزاي المخي مش بيعرفي فرق ما بين الخيال والواقع؟ نقول له التفكير الزيادة في شيء معين المخي بيخليك يتعمليه عشان كي أقولك اللي بيخاف من عفريك بيطلع له ده مثل ده حقيقة لا ما أقولك بقى إزاي في المخي بيترجمه إزاي كريدت حاجة اسمها الرصيد الزهني وحاجة اسمها الاتجاه الزهني يعني إيه؟ الرصيد الزهني مخك اللوكيشان أنت حطاه عليه إيه؟ يعني جاي النهاردة أبقى أحسن واحد يعني لو أنا زي ما بيقولوا البلد دي كعتا فقر بزرطة؟ أفقر نفسي يعني أنه النهاردة يومي مش يومي أنه النهاردة مش يومي، أنه النهاردة هتخانق مع الناس كلها أنه النهاردة مش عيش سعيدة، أنه النهاردة حياتي هبوز، أي حسن؟ أقولك ليه؟ يعني بشكل علمي عشان السيرتونين، الدوبامين، الأندروفين، الأكسسين تعلقه هي هرمون السعيدة اللي بيفرزوا المخ أو الهرمون التاني يعني اللي هي مضادة لكتائب والمسؤول الأندروفيني مسؤول عن علق وعطى وقت يعني لو عندي كتائب وعطقنا نفسي أنها سعيدة هبقى سعيدة؟ طب ممكن أقولك حاجة؟ لا، بس بزاد جزء يعني إيه الجلسات السلوكات مع رفالة بنعملها؟ إيه؟ اللي هي حاجة اسمها خريطة المخ يعني مثلا بقول دايما مفيش أبطان بيتحرك بالسفينة من غير محدى اللوكوشن بتاعه فأنت بتحقيق تارجت أو اللوكوشن بتاعك ده اسمه التجاهي الزهني فالرصيد الزهني بتاع مخي الكريدت اللي انت بتشحيميه بيه هيساعدك شوية بشكل إيجابي إنك تنفذ الشي ده يعني أنا بكرة عندي بتحان وخايف أنسه أنا هسقط يعني هسقط، وهنسى يعني هنسى عشان ليه؟ وشل دايه حد غش منه؟ عالفة ليه برضو؟ عشان الضغط النفسي ده اللي بنزلك الحلقة ونفسك تبقي حلقة جميلة طيب لو معدل زاد بيصير حاجة اسمها محارض الفيضان الأدراني والنور أدراني والكرتوزول بيزيدوا في الجسم محارض الفيضان فبيبدأ أعراض الألق حاجة اسمها ألق الوحش الزيادة فتلاقي بدأت عرق مادتي واجعيني فالناس ممكن تغم عليها فالناس ممكن طيب أنا مقتنع بالكلام العلمي الجميل ده جدا فصار لي إن هي تكون شارع مراحتوش قبل كده وبتقول الشارع ده في كذا وبيبيع كذا وبيعمل كذا طيب خلينا نقول الرواية على حسب كلامها فيه اتنين سيناريو السيناريو الأولين لو إحنا افترضنا إن هي قد تكون عادة عليه قد تكون فيه حاجة اسمها المادة الرمضية إيه المادة الرمضية دي؟ المادة الرمضية دي الخاصة بالذكرات ممكن تكون عادة عليه قبل كده في سن من السنين فبيفضل الزاكرة بتاعتها اللي هي طويلة المدى بسجلة موقف ده ماشي يا سيدي ده أول سيناريو انت على واحدة الخناءة اللي حصلت وقالت لهم مدوا شوية عشان الخناءة تحصل ده بناءاً هتقول لي دي جا فيون سيناريو ده بالذات بالقصة دي ده بناءاً على حكاية بتاعتها أو الحكاوي بتاعتها طيب ممكن اقولك بس على الحكاوي ما قبل ما امها تقول لها ان دي هبة ومن عند ربنا حفظي عليها وما بعد تصرفاته فانت اقول لي انا بسألك كعلمة بس انا عايزة تفسير أوكي ممكن يكون مثلاً في حاجات ممكن اقول ايه اوقات ممكن سالي انا خايف عليك الحسن كذا حاجة تحصل فممكن تحصل ده يا الامهات دي ما بنناقشاش بالضبط خديش جاكت الحسن الدنيا تمطر شوف يا خلال احسن بتتعاون معها ازاي وبتمطر يعني بقولك ايه النهاردة لو نزلت يتخانقي مع اصحابك كلهم سبحانك يا رب بتحصل واكنها ايلالهم يعني الامهات مش بنناقشهم طب هم بيعرفوا منين هو ده عقل باطن ومخ حاسة اه يبقى حميدة بقى تعالى بقى جاني في ملعبي يبقى حميدة ممكن تكون عندها حاسة شبه حاسة الامهات بس هي بتشعر بالحاجة قبل ما تحصل او بتشوف ماشي الحشرات دي ايه اقولك تفسير العنكبوت والدودة دول ايه طيب ممكن اقولك على الحاجة احنا الوقت بنتكلم على هي بتتكلم ان انا كنت بشوف الحاجات دي وانا صحية وبتحصل فان بس انا عايز اقولك هي وصلت في نهاية القصة انا عارف احنا الاسم مش هبصلات بس اقولي نهاية القصة على ايه لا انا ميش دعب نهاية القصة نهاية القصة انا مش مقتنع بليه بتعمله ده يعني نهاية القصة حاجة وبداية القصة حاجة انا انا معرف شو هو هو تفسير مثلا شعبي قديم لذيذ يعني انا ببقيني واحدة من الشعب هقوله لانه انا برضو مش هيبع عندي علم وضرية بالصحة النفسية اوي كده فبتكلم على انا شفته فالناس هتيجي تقولك لا دي ساعات فعلا بيتبقى موهبة ولما بتناميها ان انت تصلي قيم ليه لان انت تهتم بفروضك اكتر ان انت تزيد في رضا ربنا عليك في ناس ساعات انا بسمعهم تقولك بحس ان حد بيتبطب علي او بحس ان فيه طاقة نور موجودة في المكان او انه بسمع اية معينة بتعلى في القرآن مثلا في سورة البقرة وانا عمل افكر في حاجة وسرحانة مثلا بقول يا رب انا مش عارفة مثلا هعمل ايه تسمع مثلا وما هم بضارينا به من احد الا باذن الله افكر في حد من صحابي مثلا بيتكلم تجيلي مثلا ومين الناس من يعجبك قوله صدق الله العظيم يعني انه بتجيلك ايات معينة فانا بشوف ان دي فعلا حاجة مفروض كانت ممكن تناميها وما ميتها كانت صح لكن لما يعني بستخدامها سيء هيقلبت علي بمرض نفسي فبقيت الحاجة دي بتخوفني بدل ما المفروض انها جايلي عشان تطميني انا معرفش بها ده حي طيب اللي انت بتحكي فيه ده انا مؤمن جدا بالقضاء والقدر انا اسمعت ايه اللي كنت محتاجها هو ربنا بعد حيلي انا بلايه ناس ساعات بتيجي ترد علي في موضوع انا ما كنتش بزبط اي لالكو علي انت بترد علي على اساس ايه بتلاقي مثلا بيقولك كلمتين كده بما معناهم ان ربنا بيقولك فهم او خاف من حاجة معينة او بما معناهم ربنا بيقولك لا مثلا ما تدخلش المشروع ده او متعملش كذا مش فيه حاجة اسمها كده فيه حاجة اسمها اه طبعا طب فيه حاجة اسمها ان انا شوف حاجة وحس بيها يعني زي ما هي بتحصل لحميدة ممكن تحصل بشكل مفصل مش بشكل متكرر زي قصة بتحكي يعني عارفة ما هي ما كانش متكرر هي في اعداية دي حصل لها موقفين في سنة وي حصل لها موقف بعد وقفت الموضوع ده بعد كده بعد الجواز باربع سنين ما خلصت الجامعة حصلت تاني بس حصلت بشكل وحش لانه ممكن تكون اساءة استخدام هذه الهبة اوكي بس الاحداث اللي هي حصلت فيها في اماكن ما اتعرفهاش والناس كتيرة اعتقد انها مش هتبقى ظاهرة طبعية يعني انا مقتنع جدا نفي الصدفة انا مقتنع جدا بل ايه؟ نفي الصدفة اه بس الفكرة اللي هي تحكي فيها دي انا مش مقتنع يعني لو كلم شكل علمي يعني ليه تفسير يعني انا ليه تفسير جدا ايه بقى؟ اقولك حاجة فيه حاجة اسمها الاضطراب المستنع وفيه حاجة اسمها الاضطراب الواهمي ايه اضطراب الواهم دا؟ اللي وحصلها في الاخر لا ده انا عزى اولك Great أعزولك اللي هصلها في الاخر ده الاعراض الانسحابية او السلبية ايه اعراضه الايجابية في الاول؟ بتوارده ايه؟ فيه حاجة اسمها لاوس ولوز مش حاجة يعني مريبة ووهم ايه الهلاوس دي؟ انا ممكن كلنا قاعدين عشر اشخاص أنا واحد بس بسمع حاجات معاينة تسمعين ممكن أسمع إن التلفزيون شغل حاجة معاينة صوت مثلا قرآن الصوت عالي الصوت ودي واحد نصد عشر دي من سالها هلاوس هي الوحيدة اللي سمعها ودي بتحصل ناس كتير جدا دي هلاوس؟ بتحصل لتنين من كل مية شخص في العالم دي هلاوس؟ دي هلاوس لو كانت متكررة أنا بكلم مش منفصلة بشكل متكرر يعني منفصلة يعني تبقى كل قد إيه؟ يعني منفصلة دي موقف عابر حاجة حصلت كل فتر على فترات ده عادي بس فكرة لا ممكن تكون متكررة لا أنا ممكن ما نقعد أنا الوحدي أكون سامعة ده دي بتندرك تحت الهلاوس دي أول مرحلة اللي هي المحلة الإيجابية اللي هو لو كل يوم آه طبعا لو كل يوم بس مع أصوات معاينة مشارط الريفزيون ومشارط الراديو أنا سامح حدي بيكلمني توصل بقى للوهم أو الاضطراب الوهمي إيه اللي هو الاضطراب الوهمي؟ أنا ممكن أشوفك وأنا صحي هو وين الوحدي لشايفك يعني إيه؟ أي أنا ممكن أبقين شايفين؟ في فرق بين الخيال والواقع آه فالاضطراب الوهمي بيحصل اختلاق في المخ لمادة كيميائية بين الخيال والواقع فببدأ في أحداث حقيقية حصلت أقولك حاجة زي مثلا وهم الإعلاقات أو وهم الحب أنا مقتنى اللي نور بيحب شخصة معاين وبعيش في التجربة وببصله أنا مستغربه أنت كنت بفوت بتحبيني أنا أصلا معرفوش طب أنا أعرف الناس مثلا بتقولك أنه كانوا عاديين في قتل والقتل ده عشان الترقة تنور لازم حد يعدي منه الترقة سعب بتنور وتطفي ده إيه؟ صدفة؟ لا فيه حاجة يعني فيه حاجات من الصدف أكيد بس لو ممكن إيه ده بجد ده قصة من أم من الناس اللي حوالي بجد مش تظهر والله العظيم يعني بعديهم في قتل الترقة بتنور وتطفي وعين فجأة القرآن هو اللي بيشتغل بقى الواحده ده إيه؟ لا أهو ده ما بل سبب علمي بس لو لو الشخص لو الموضوع ده تكرر مع شخص واحد يعني هي زي قصة هي بتتكلم على أحداث من خلال رواية بتاعتها اللي هي بتشوف هي صحية عارفة لو هي نايمة اللي احنا بتكلم على الظهر الليلي ده حاجة أسهل طب لو ما حد يقول لك يا دكتور نور أنا أحلمت لك حلم إن شاء الله يتحقق أنت بتصدقوا الحاجات دي أه بصدق ليه؟ أقول لك ليه؟ ده طراب لا خالص أمي ليه؟ طيب فيه ناس مثلا زي أمي قالتلي أنا حد قريب مني حد عارفني فحكى لي حلم آه تمام يعني خير بشوفه خير يعني بس قد يتحقق وقد لا طيب ولو تحقق بالنفس التفاصيل اللي تقلت نور هتروح في المكان الكذا هتسلم على كذا وده هيعلي من شأنك جدا الفترة اللي جاي ممكن تكون الشخص اللي قدامي روحاني شوية قريب جدا من ربينا روحانيين آه طبعا أنا مقتنع جدا وين بقى دول روحانيين الناس اللي ممكن تكون قريبا شوية من ربينا بس برضو مش بشكل متكرر ما دي الخناء لك رمتخنية من شوية اللي بقولهم فيه ناس بيبقى فعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماشي بس أنا يعني طب أقولك حاجة خلينا مثلا يعني التكلم عن القص آخر المراحل اللي انت بتتكلم يعني دي كلها لأ لضد المرحلة الأخيرة في القص لأ ما أنا هقولك ليه المرحلة دي لأنه لو أنا بشوف ناس وسمعهم عايزين يعملولي عمل طب مين دول يعني ما تزعليش مني طبعا أنت جامدة قوي كده مين دول وأنا مش قدر أعرف مين اللي عايز يعمل لي عمل طبعا أنا سمعت صوتهم وبيقولوا دي احنا نعمل لها عمل وليه أنا روح لحد بيعالج بالقرآن في الآخر طب أنا ليه مرحلتش في القوة طب هو ده الفكرة بعدين أنا بقى في الشباك وأنا عارفة للشباك متأكدة للشباك مقفول وخايفها ويقعه طب ما هو مقاش ليه بدا ما شايفها مستقبل هل هو في حاجة ما الهبة دي تتقلب عليها؟ لا خالص طبعا لما تدوسي استخدمها؟ لا مش مختنع تماما يعني مش مختنع بيدي خالص أصفي رأيه تاني بيقولك يعني أنا معرفش برضو أنا باتكلم معاك لأنه أعدت مع ناس كتير وبسمعني كيف سمعت أهل العلم وسمعت أهل الروحانيات الحركة كان معنو ممكن ييجي يقولك أنه كل واحد مننا ممكن يكون معاه عباد أو جنود من الجنود اللي يصالحين إحنا مش مفودنا إحنا نشوفهم أو ما منشوفهمش ربنا ممكن يكون ساعد بي يسخرهم لينا في الخير لو أنت عملت كده ممكن يقلبوا عليك أو زعلهم منك فيعملوا كده ده رأيه تاني ممكن يكون ناس قاعدة في الغيط بتقوله ممكن يكون ناس قاعدة في فهم قاعدة في قاعدة بتقوله فهل ده كلام حقيقي؟ لا مش مختنع بي يعني أنا مش مختنع خالص بالفكرة دي تماما يعني دي لأ دي ما ينفعش تمشي مع العلم آه تماما أصلا العلم واحد اتنين بس طيما أعايز أقولك على الحتة الأخيرة دي تأكد لك اللي هو اضطراب والوهم ليه الإعراض الانسحابية بتاعته كلها بيتكلم عن إيجابية السلبية بقا أنا ما عنديش رغبة في أن أنا أجرب هو مش هجيلك كل شوية أفكار أفكار يعني أفكار إيجابية ما رازم تكون فيه سلبية يعني أنا بشوف فيه ناس ممكن تشوف لحظة وفاة حد عزيز عليها بتتكرر قدامه ممكن منك يبقى ونهم ألحيش يجيب له الدواء ولما راح لقات وفاة كويس هي هي حصلت في الحقيقة دي معناها إيه طيب في المخ المخ في حاجة أسمع سها ده مط يعني اللي إحنا بنتكلم عليها هي دل حتى دلوقتي هي من الصحة من نوم فجأة لا أنا بقولك لو فيه ناس كده لو شفيتها في حلم بالزبط هو نفس الموقف ملحقتش أروح أجيب له الدواء ملحقتش أجيب الدكتور ملحقتش أغير هي هي شفتها هي وقدامي مش حاجة اسمع كده فيه ناس تشوف ما قبل الحدث بعد كده حصل أه وارد يحصل طيب فيه حاجة اسمعها سحر أعماله كده مؤمن بيه طيب ودول بيحتاجوا علاج ولا دول ممكن بنعمل لهم إيه بص هتكلم رأي العلمي ورأي الدين رأي العلمي أه لأ أنت بتاع علم طيب رأي الدين أنا عارفاية أنا في العلم لما حدي بيجيلي بنشخص الحالة وبنبدأ علاجها وبتبقى كويسة طيب لما أنت مؤمن بالكلام ده بقى ليه بقى نقول علينا بنت مريض لا عشان الحاجات دي مذكورة فأنا لازم أؤمن بيها بس إحنا بس إحنا ليه بقنا بنتجنبها ونخاف منها يعني بقنا بنلجأ للعلم عشان نقول دي مش حاجات حقيقية دي أوهام لا بسهي موجود مع أن أنت لو لو تشبست قوي بالعلم في الحاجات دي في حاجات ليس لها تفسير حقيقية أنا معرفة بس إحنا لو كان منا كده هنوصل في محارة الفراغ الفكري والحاجات المتطرفة طيب ليه لا طيب ده إزاي بس كل حاجة لا إحنا مش نعمل كده ما دكتور عندك دكتور مصطفى محمود الله يرحمه ما هو بعيد ورجع تاني أقوى من الأول إحنا ما أضمنش اللي قدامنا ده يبقى مصطفى محمود ولا لا بس أمش قصدي كده قصدي أنت تاخد القدر اللي تقدر تستوعبه إن أنا ما عودش أفكر دي وقفة إزاي وده بيعمل إزاي لا مش أقول إن أنا هاوصل لده بس أفسر إنه في ناس تانية عيشة معنا في الدنيا ممكن نكون إحنا لا نراها وهي ترانا وممكن يكون حبيبه ممكن يكون عدو ممكن يكون وفعلا الحاجات دي أنا ممكن أحلم وما ممكن يكونوا موجودين يعني في ناس تقولك أنا و أنا نايمة حد كتفني وما كنتش عارفة حتى رقاية الكرسي عشان أقوم في حاجة أسمى كده أنا في حاجات أنا بعد أسمع حاجة قوي في حاجات دي بتبقى ليها بالرأي العلمي حاجة أسمع لي هلع الليلي اللي هي نوب مثل تبقى ليها حاجات اللي هي الأرق أثناء النوم أنا بقى لي فترة مش عارفة أنه أنام بسبب ضغط الماء بسبب التفكير الزيادة فبيحصل ضغط على الضغط النفسي أو على العصاب الجهاز العصبي فأنا مش عارفة نام طب عمرك قلت لحد جالك مثلا أنه أنت محتاجة تقعد مع شيخ لا عمري ليه علشان أنا يعني اللي بيجيلي إحنا إزاي الحالة دي عايز أقولك بس إزاي الحالة دي مثلا إحنا بنقعد نشخص اللي هي عندها وحدين تلاتة الأردن السحبية بتاعتها اللي هي هتميني العزلية هيبقى عندها سوء تغزية مش عايزة أتعرف زي ما هي دلوقت هتبقى غضبانة جدا عندها أرق حالة مزاجية متقلبة جدا فإحنا لازم نبدأ نحل طبع نعمل إيه نبدأ نعمل جلسات فردية نعمل جلسات جماعية نبدأ نعمل حاجة اسمها خلطة المخ بس أحيانا العلم مش بيلجأ للدين يعني أنه في حد مثلا يكون إيمان وضعف فبدأ يشوف الحاجات دي فأنت هتحاول تقويه مع الدين بتحصل هو ده مهم جدا صحيح؟ عشان خاطر هي بيبقى التفكير زيادة فالتفكير الزيادة بديها يكريدت أو بيديها رصيد زيني غلط وعايز أقولك مرحلة من مراحل اللي إحنا بنتكلم عليها خريطة المخ أو اللوكيشن اللي هي بتبقى نازلة عليه عشان أمعرف اتجاه الزيني بتاع الدين وأنا عايز أقولك البعض عن الدين هو إحدى الأسباب حتى التشدد الديني أو الإرهاب أو الحاجات اللي بنتكلم عليها هو البعض عن الدين طيب أنا هسألك بآخر سؤال إيه رأيك في معاملتها لما قالت إنه دي موهبة أو موهبة قظيم ربنا وحافظي عليها يا حمد شايفها تربية مختلفة شوية أو ثقافتها كانت مختلفة دخلت الإيكوال أو النتيجة بتاعة تربيتها اللي هي تقولها كده بس أنا ما كنت شايفي اللي ده صحة تماما يعني كان لازم فيه أكشن فيه دخل سواء اللي اتنين يعني يروح الدكتور ويروح الشيخ كويس دلوقتي وينيد ان اكشن سواء آه لازم تدخل علاجي لازم هيتعمل معها إيه هيتعمل أكتر من حاجة أول حاجة مرحلة لازم بيتاخد أدوية أدوية دي بتبقى مضادة للكتاب بتعمل إيه بقى يعني فيه حاجات بديلة الاندروفيني اللي هو إيه يبقى عندها ثقة بالنفس ففيه أدوية بتعلي ده فيه أدوية تانية خاصة بالسرطنين بتهدي يعني بتعلي للألأ والتوتر وفيه حاجات المادة الكيميائية بتاعة المخ بتتغير بس هي لازم في علاجها يبقى أدوية إن أنا معروفة عني إنها ضد الأدوية في الطب النفسي بتعلي شميني أنا بيجي في قصة حيش نقولهم لأ بتسئل كم سؤال بتسئل كم سؤال بنشوف الأول هل حصل فقدان شهية أو يعني فيه سمنة مفرطة أو نحافة جديدة لو وصلنا تمود الناس كلها وقالت لك خير ده أنا زعلانا باكل فرحانا باكل لا بيبقى شكل مرضي تعال عود معانا المضوع بيوصل مرضي العزلية الفترات طويلة ممكن تبدأ عصبية تكسر حاجة يعني الناس تلاقيها الأغلبية أنا هنا في مصر نحب واللما الحلوة مش هتلاقيها يعني عزلي كده فكرت في اللحظة اللي أنا انتحر طب لو كل ده ما حصلش مش لازم نخلص أدوية ما هي ما أنا شعيس انتحر دي بتحفظ على ابنها وخايفها عليه لأ ده كواس جدا بس على فكرة الخوف في الحين اللي تكلم عنه ده مش خوف القلق قصر اللي نتكلم عليه القلق الوهمي ده كتر القلق الوهمي ممكن يوصل لهوس اكتئابي ممكن يوصل لإكتئابي نهي تموت نفسها وتموت ابنها اه طبعا أنا بشكرك جدا نهارتين يا دكتور برسي برسي يا دكتور نوه اختلفنا كتير قوي كلنا مختلفين عايز أقولك وحنا طريبا منتخانة قينا كلها في البرنامج مع الدكتور مع الكروف القصة حقيقية أنا هقول كلمتي ومش أخاف بقى استنونا بعد الفاصل في ناس كتير مننا بتحب أفلام الرعب والحكايات اللي بتخوف وناس تانية الموضوع بيكبر معاها لدرجة نية بتحب تعيش الرعب ده اللايف على أرض الواقع اللهم بيدوروا في الأحداث اللهم عايشينها يعني على أي لحظة الأدرنالين فيها يعلى حتى لو من الخوف ممكن تكون حياتهم صعبة ومملة فبيحاولوا يهربوا من الملل ده وأنهم بيدوروا على سسبنس بييجي من مبلغة ويحطوا تفاصيل كتير غريبة ويكونوا ضحايا لأوهام وخيالات مش مدركين أنه في حاجات جواهم كده ملهاش أساس من الصحة ومش موجودة غير في خيالهم بس دول بقى ممكن نسميهم أو العلم بيسميهم المرضى النفسيين اللي متابع حلقة قصة حقيقية هيكتشف أن قصتنا النهاردة جات لنا قصص كتير شبهها قبل كده بتفاصيل مشابهة جدا زي قصة جات لنا قبل كده عن بنت سماجانا بعتت مامتها بتقول لنا أنه بنتها بيظهر لها واحد بيدربها على دماغها وينايمها وساعت بتشوف حاجات ماشية وراها ومرة قامت مفزوعة لقيت واحد متعلق قدامها وفي مرة تانية بعد الجواز والخلفة شفت الطفلة بتاعها اللي نيم جنبها وهو بيتحول لبلاستيك لحد ما جالها هزال وخست خالص وبقت ما بتكلش ولا بتشرب زي بالزبط قصة حميدة النهاردة اللي بتعاني منو هي طفلة من أنها بتشوف حاجات غريبة أو بتتوقع حاجات بتحصل في ناس كده سمعت عنهم بس هي الموضوع تطور معاها بعد الجواز لقيت واحدة بتهزها وبتصحيها من النوم بتقول لها أنت كتير عليكي ابنك وجوزك أنا هأزيلك ابنك من يومها وهي قفلة على نفسها قفلة على حياتها حياتها على طول متضهورة أو في النازل عشان كده النهاردة بقول لحميدة كلام شبه اللي قلته رجعنا وقتها أصعب حاجة في المرض النفسي يا حميدة إنه بيخلي الواحد يواجه عدوه مش موجود بيعيش حالة مش حقيقية فيها أوهام وفيها مبلغة وفيها إنه هو بيفسر تفاصيل من اللي حواليه حسب خياله وتوصله لكلام مش المنطقي إنه يحصل يعني أول خطوة ممكن تكون العلاج وأول خطوة هي إنه المريض يدرك وأهله يدركوا إنه عندهم مشكلة محتاجين لمساعدة مساعدة الطبيب مختص لازم يروحوله ويتابعوا معه زي أي مرض مش هيتحل غير ما يكون فيه داكتور بيعالج نفس الحكاية برضو بالضبط في المرض النفسي ما فيش مريض نفسي بيخفلواحده لازم في الأول يعرف إنه هو عنده فعلاً مشكلة نفسية يختار الدكتور الثقة اللي يقدر يروح له ويعتمد عليه في خطة العلاج ويحكي له بقى اللي بيحصل عشان الدكتور هو اللي يقوله ويعرف يشخصه ويعرف يعالجه الغريب بقى إنك زي ما حكيتي إنك مش بتقميني بالسحر ولا الكلام ده رحتي لواحد هو شيخ زي ما أنت بتقولي عشان يعالجك لكن ما جبتيش سيرة إنك رحتي لدكتور عشان يشوف الموضوع ده إيه لأنه فيه ناس كتير جداً حلتهم شبه حالتك بس رحوا لدكتور كويسين وسابوا سكة إن أنا أقول أنا معمولي سحر أو 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 وحياتهم اتغيرت وعايز أقولك إنه مامتك بدل ما تتخض من القصص اللي بتحكيها وحكاياتك وتحاول إن هي تشوفها الموضوع ده حقيقة وديهبها من ربنا فعلاً ولا ده ممكن يكون مرض نفسي تطور معاكي لا هي عملت إيه قالت لك إنه ده حاجة حلوة يا حميدة وما تحكيش عليها ممكن أقول لكو على حاجة هو فيه كلام كتير إحنا كاتبينه وكنا هنقوله بس أنا مش عايزة أقولك كلام المكتوب لأنه برضو زي ما هقولتلكو قبل كده تقسمنا فريقين في البرنامج فريق مؤمن بموضوع حميدة جداً وممكن يكون عنده حتى لو هيبة صغيرة من اللي عند حميدة إن أنا أشوف حلم إن أنا أحس بحد ميت إن أنا حد يقولي رسالة وتطلع صح فريق التاني أعمال يقولك ده إيه كلام يا عم؟ يا عم ده مرض نفسي يا عم ما فيش الكلام ده فإحنا حتى في الفاصل كنا عمين شخص طب ده اسمه إيه؟ هو فيه ناس كده عايشين وسطينا فيه مش عارف إيه أنا بقول إن فيه ناس فعلاً بيبع عندها شفافية أنا معرفش هل الأغلبية هتبقى معايا في الكلام ده ولا لا بس فعلاً أحياناً بيكون فيه ناس بتشوف أحلام وبتتحقق البنت دي هتجيب الشارع ده منين والإنا خايفة منه حاجة إنه إنت يا حميدة لما وامتك قلت لك إحكي الموضوع قصدي قلت لك ما تحكيش الموضوع إنتي حكيتيه فلما حكيتيه قلبت عليك لما حكيتيه النعمة دي ممكن تكون بدل ما تروح منك قلبت عليك وبعد كده تطورت معاكي إنه فعلاً فيه حاجات إحنا ممكن نعملها ممكن تكوني واحدة من الناس اللي ربنا دا لهم مثلاً منزلة حلوة إنه هيعرفك حاجات حلوة أو حاجات وحشة أنا بشوفها كده إنه قبل ما تحصل فربنا بيحضرني للي هيحصل ربنا وريني اللي هيحصل وحتى طلعت وقلتها في برنامج في يوم الأيام أنا كنت بعمل زي كده إنه كنت في برنامج وطلعت وقلت إنه ساعات كنت بشوف مش بشوف حاجاتي يعني ممكن في حلمة مثلاً حد من الأموات اللي أنا بحبهم يجيلي ويقولي رسالة وتطلع حقيقة اعملوا كذا 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 وقلت لهم اعملوا كذا وكذا كذا لحد ما جات لي رسالة تخوف ممكن أكون أنا سبت نفسي زي كده وكت غلطانة جات لي رسالة تخوف حتى قلتها بالنص إنه لو سمعتي عن بنت صغيرة وبتعيط ما تقولي ليش تقلت لي رسالة كده بالزبط من جدتي يا الله يا رحمة حتى عدت أسألها في الحال طب أنت قصدك مين أنت قصدك مين يا تتاكت بولا تتاكت يا الله يا رحمة قصدك مين قصدك حد قد أمي مردتش حد قد خلاتي مردتش أنا وبنات خلاتي مردتش من يومها بقى أنا عملت حاجة تانية بيتصلي وأدعي إنه يا رب أنا اللي عايز أشوف أحلام ولا عايز أعرف حاجة ولا عايز أعرف مين يجي يقول لي إيه بس ممكن تكون عندك هبة صغيرة أنت تعرفي اللي قدامك عايز منك إيه ودي ممكن تكون فراسة مش موهبة ولما بنسيبها هنقعد نقول بقى حاجات بقى مرد نفسي أصلبني هنأزو وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله لحد يعرف يضرك لبشر ولا جان ولا حد يقدر يعمل لنا حاجة غير اللي ربنا كاتبه هيكون ده اللي الدين بيقوله وتاني بقولها لك وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله أنا بقى النهاردة برضو هسيبها لكو كده يا طرى ده مرض نفسي والدي بتبقى هبة ونامة من عند ربنا عشان إحنا اختلفنا النهاردة في قصة حقيقة فعايزة أسمع والأغلبية هاخد برأيهم زي ما بعمل واستنونا في قصة تانية وأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة